فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية عايز أرحب بيكم بفيديو النهاردة طبعا هنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من أجدد الأدوات المنزلية وأحتس الأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات الزجية جدا اللي ما فيش أي ستة بيت تقدر إنها تستغنى عنهم وده لإن جميع الأدوات دي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام فلو دي أول مرة بتشوفي بها قناة الأدوات المنزلية أتمنى أن تتضمي لينا وده عن طريق الضغطة على زر الاشتراك ويريد كمان ما تنسيش أن تتفعلي جرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة بإذن الله ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي الأدوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كالعادة هكلمكم عن الطرق اللي تقدروا من خلالهم إن أنتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها لبيتكم والمطبخكم فخليكم معايا لنهاية الفيديو ده علشان تشوفوا معايا كل المنتجات الجديدة وفي نهاية الفيديو تتعرفوا على الطرق اللي تقدروا أن تستعينوا بهم علشان تجيبوا كل حاجة أنتوا عايزينها فبداية كده هنبتدي الفيديو بتاعنا مع أحدث مكوات بخار كهربائية محمولة باليد طبعا سهلة ومرنة جدا في الاستخدام بعد كده عندنا اسفنجة التنظيف طبعا الاسفنجة دي متطورة جدا بيجي معها جزء مخصص تقدر ان تضيفي له المية وأي مادة تنظيف انت بتحبي تستخدمها وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها الميريات أو الشبابيك أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وده طبعا غير حجمها المناسب جدا للاستخدام اليومي بعد كده حنشوف مع بعض عندنا كسارة اللب أو البندق أو اللوز طبعا زي ما انت شايفها سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان ان هي سريعة جدا وبتديكي أفضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجها بسرعة رهيبة وهنا كمان عندنا شكل تاني من أشكال كسارة البندق أو اللوز أو عين الجمل أدوات صغيرة وبسيطة وغير مكلفة مهم جدا ان هي تبقى موجودة عندك في المطبخ بتنجز معاك في الوقت وعملية جدا بعد كده عندنا المكنسة السحرية دي اللي تقدر ان انت تأشاطي بيها وتقدر ان انت تكنسي بيها جميع أنحاء البيت عندك وطبعا هي مصنوعة من السيليكون بتساعدك ان انت تنظفي أي حاجة رطبة أو أي حاجة جفة موجودة عندك في البيت وهنا معانا قالب العجين اللي بيساعدك ان انت تعملي الزلابية وتقدر ان انت تعملي مختلف أنواع المعجنات اللي انت بتفضليها بكل سهولة طبعا القالب ده بيجي معاه جزئين تقدر ان انت تستخدمي الجزء اللي انت عايزاه المقبض بتاعه مريح جدا وبيسهل عليك ان انت تضغطي على العجين وغير كده حاجم الصغير اللي مش هياخد عندك أي مساحة كبيرة في المطبخ وهنا عندنا سكين احترافي طبعا السكين ده عبارة عن ثلاث مراحل بيساعدك ان انت تبري وتحمي السككين المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك في المطبخ بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا برضو منظم من منظمات المطبخ تقدر ان انت تنظمي عليه التوابل أو الزيوت أو الصصات أو مختلف لوازم المطبخ وهنا كمان معانا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ اللي زي مقالنا نقدر ان احنا ننظم عليها الصصات أو الزيوت أو التوابل وهنا عندنا صندوق التوابل أو منظم التوابل طبعا تقدر ان انت تخزيني به الزيوت كمان أو الصصات زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو وفيه جزء تاني في الصندوق ده مخصص لتنظيم التوابل وهنا معانا سلة النفايات الصغيرة وطبعا تقدر ان انت تعتبر السلة دي مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب أو في قط النوم على الكومودين وهنا عندنا مكبس التوم اليدوي طبعا تقدر ان انت تقطعي به التوم وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميه لتقطيع الخضار والفاكهة وطبعا هو من الادوات المهمة جدا ان هي تبقى موجودة عندك في مطبخك بعد كده عندنا حامل لمختلف لوازم المطبخ زي السكاكين والمعالق تسبيته سهلة جدا على الجدار وغير كده بيساعدك على توفير مساحة كويسة جدا في المطبخ عندك هنا بقى عندنا المكنسة الكهربائية طبعا بتساعدك على ازالة الوبر وجميع الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على الستاير او على السجاد او على الكنب بعد كده عندنا جهاز تدفئة الاقدام طبعا الجهاز ده محشي من جوه بالقطن عالي الجودة طبعا تقدر ان انت تخسليه على اديكي وتقدر ان انت تخسليه في الغسالة وهنا عندنا الاداء اللي بتساعدنا على ازالة الوبر سواء الوبر اللي بيبقى موجود في الهدوم او على السرير او على الكنب او على الستاير وهنا عندنا منظم التوابل طبعا المنظم ده طريق التسبيته سهلة جدا على الجدار هو كده كده بيجي معا مادة لسقة بتساعدك ان انت تثبتيه بكل سهولة وهنا معانا منظم للزيوت والصصات وكمان تقدر ان انت تستخدميه لتنظيم التوابل بعد كده عندنا صندوق تطهير وتعقيم مختلف ادوات المطبخ زي المعالق والشوك والاطباق والحلل بعد كده معانا الصندوق ده طبعا عبارة عن رفين تقدر ان انت تنظمي بيهم مختلف انواع المكسرات او الحلويات او الشوكولاتة بعد كده عندنا مشترك الكهرباء ده طبعا زي ما انت شايفه بيجي معا مداخل اليو اس بي وغير كده مداخل كوابل الكهرباء دي بقى عندنا الغسالة الميني طبعا الغسالات الميني بتيجي معانا دايما في الفيديوهات بس باشكال واحجام مختلفة فمثلا الغسالة دي عندك حجمها صغير جدا تقدري مثلا تستخدميها لغسل الشربات او الملابس الداخلية وغير كده كمان بيجي معها مصفة بتساعدك ان هي تتخلص لك من كل المية والصابون الي موجود بيها بعد كده حنشوف مع بعض عندنا كمان شكل مختلف من اشكال منظمات في المطبخ الي نقدر ان احنا ننظم بيهم التوابل او الزيوت او الصصات وطبعا زي ما انت شايفة كده حجمه كبير جدا يعني بياخد معك كمية كويسة جدا من مختلف التوابل او الصصات او الزيوت اللي بتبقى موجودة عندك هنا بقى عندنا المنظم ده ممكن تعتبره سلة تقدر ان انت تنظم بيها اي حاجة انت عايزاها بعد كده عندنا مجموعة من السنادق دي تقدر ان انت تثبتيها فوق بعضها كده وتنظم عليها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او اي حاجة تانية انت عايزاها وهنا كمان عندنا المنظم ده تقدر ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وطبعا تقدر يتنظم بيه واختلا في الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك الحقيقة احنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زاجة اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة اتعرضت في الفيديو ده اتدرجوا ان انتو تكتبولي فقط التعليقات وانا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتساهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت اميل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده تقدر ان انت تعرفي ايه الحاجة اللي انت بحتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ان انتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت بحتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن 3 طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدرين أنت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس براس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بانجود أو تطبيق إي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها إنها تكاليف الشهر بتبقى فيها غالية جدا أما بالنسبة للأسعار البضاعة فهي بتبقى متغاوتة يعني في عندك أدوات أو منتجات وتبقى أسعارها معقولة وفي أدوات تانية تبقى أسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي أنت عايزة بيجي بيها نو كانت مثلا مناظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة هيبقى ليها استعار مختلف وعايز أوضح لكم حاجة كمان إن تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي أنتم موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية إنما مثلا الشحن الأنجيكا أو لفرنسا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصطت شوية أو في ترجمة نانسي قنقر